روع طفلة سورية من مدينة نوافير في درعة تعاني عدم القدرة على الكلام منذ ولادتها الامر الذي اثر سلبا في حياتها وتعاملها مع اسرتها واقرانها من اطفال الحي حتى افتتح مركز ماسا للسم والبقم فكان بارقة امل استطاعت من خلاله روع وعشرة الاطفال التغلب على مشكلتهم هذه التفاصيل في تقرير براء عمر ترتسم البسمة على وجه ابي روعة وتغمر الفرحة فؤاده في الوقت الذي تلفظ ابنته كلماتها الاولى تتلعثم الفتاة البالغة من العمر عشر سنوات الا انها تنطق مجددا بعد معاناة طويلة لم تكن روعة قادرة على تجاوز مشكلتها مع تأخر النطق لو لا مساعدة هذا المركز المتخصص بالصم والبقم والتي حالت سابقا دون قدرتها على التأقلم مع اصدقائها في الحي انا والد الطفل روعة بنت سجنة بالمدرسة وكانت عاني من شغلات اضطرابات كثيرة منها يعني حالة اجتماعية مع الطلاب او مع الاسازة ما تفهمش عليهم بالحارة عندنا يعني عندها عزلة عدم النطق تباحة صفة عندها عزلة واحنا هون جاريه بالبيت يعني نجعل هواها ما احنا ما استفدنا اشي الا انه اسمعنا مركز صحي لتعليم النطق وسجلت فيه ومن مدة شهر وجاي صار فيه عنده تحسن وصارت يعني جارينا بالبيت يعني يطلب منها غرض جيد نحن جي معها شلمة ترد علينا تفهم معنا كلمة نحن صار نفهم عليها الحمد لله احنا لاحظنا انه فيه تحسن عندها بالحارة وبالبيت ونتمنى انه ترجع تحشي بشكل نهائي كلام كامل روعة ليست لوحدها هنا حيث يقدم مركز التأهيل الخاص باعاقات النطق والسمع في درعى جنوبي سوريا خدماته لأكثر من ستين طفلا وفتى وذلك من خلال اعطائهم دروسا في التعامل بالاشارة اضافة للشروح النصية وغيرها من الوسائل التعليمية والترفيهية التي من شأنها ان تقدم لهم الدعم النفسي والتربوي الحمد لله رغم التعب اللي بذلناه والجهد مع الاطفال دي والاحتياجات الخاصة احنا نشعر بالسعادة لانه قدمنا الشي ما راح يكون هباء منثورة للاطفال الشي استفادوا منه الشي راح يستفيدوا منه مستقبلا الحمد لله يساعدهم على الاندماج مع اقرانهم مع عائلتهم ما يحس هالطفل انه منبوذ يوم من الايام او انطوايا عنها المجتمع كما يطمح القائمون على هذا المركز الى توسيع نشاطات عملهم في مناطق اخرى ليتمكنوا من تقديم الخدمات لاكبر عدد من هذه الفئة التي حرمتها الحرب الدائرة في سوريا من الدعم والمساعدة لتتغلب على الصعوبات في المجتمع برا عمر لاخبار الان ريفو درعا